دي احلى التعليقات اللي جات لي على اخر فيديو شكرا ليكم على احلى كلام كمان في سؤال المسابقة اللي هيحله او الاجابة صحيحة هنثبت التعليم تحت الفيديو دي غيرة شفاف زي ما قالت تارا دي وصفة تارا الوصفة الاولى قالت غيرة شفاف هفضيها كده في طبق خلاص كده ايزاز الصغيرة دي بحوالي 3 جنيه هجيب نص كباية مية بالشكل ده وهبتدي حطة حبة حبة ما حطش مرة واحدة عشان ممكن ما تاخدش المية كلها الاجابة الشفاف مش بياخد مية كتير ما قالب حبة حبة كده لغاية اما اشوف يندمجوا واشوف القوان بتاعها بتاعها عامل ازاي هقلب كويس جدا لازم من الحركة دي ما ينفعش حط مية كده وخلاص لازم يندمجوا وقلبها كويس قوي بالشكل ده والجناب كده واقلب الجناب كويس بالشكل ده ممكن محتاجش نص كباية كله محتاج مثلا شوية بس خدت شوية بس حوالي ربع حوالي معلقتين مية كبيرة يا تارا ما تحطيش مية كتير نص كباية كان كتير انا باخد الوصفة وبعدل فيها حسب النسب الصحيحة دينكار متدوب في مية لانحط المحفز النهاردة دينكار متدوب في المية هقلب كويس جدا جدا نقطة نقطة ما نكترش الدينكار علشان ما تجمدش مع عينة وتتقطع بالشكل ده هقلب كويس جدا جدا هلاحظ ايه هلاحظ انها يبصوا بتده يبقى فيه تكتل اهو وقرب يبقى سليم معي بس طبعا لسه هحط دينكار تاني لغاية هما كل الكمية تكتل معي وحيث ان هي بقت سليم وقلب كويس قوي بحط نقطة نقطة دينكار واللي انا مدوباة وحطاه في الازازة اللي فديت من السمغ او من الغير الشفاف وبرمش الازايز دي عشان اقدر اتحكم وحط نقطة كده من الدينكار بصراحة ريحتني جدا الفكرة دي يا بني اه تده يبقى سليم بس لسه شوية هفضل اقلب لغاية تم الكمية كلها تكتل معي وحيث ان هي بقت سليم بالشكل ده احط الدينكار واقلب سهل الطريقة جدا التحدي الاول سهل معنا اما نشوف النتيجة تبقى ايه احكموا انتم من الفائز تارا ولا شاهد شكري احكموا انتم من الفائز ان شاء الله هاخد التحدي بتاعكم كلكم مش هخلص التحديات الا لما كلنا نعمل التحدي في عالم امان اللي ما خدش التحدي بتاعه ما يزعلش لسه في تحديات كتير قوي اه هنلاحظ ان هو خلاص تكتل وبقى سليم شفاف حلو جدا زي ما قلنا النهاردة مش هنستخدم لون خالص في السليم بتاعنا هيبقى بدون لون بس طبعا عايز يرتاح شوية عشان كده لسه بيتقطع شفاف وفدي جميل جدا زي ما احنا شايفين كده بيترقع على فكرة بسوته حلوة قوي سليم جميل قوي قوي بس طبعا عايز يرتاح شوية علشان يديني نتيجة كويسة بص شايفين اللون فضي ازاي جميل التحدي التاني وشاهد شكري قالت سابون سائل السابون لونه اصفر زي ما احنا شايفين فانا مش هحتاج لون خالص وهنشوف اللون هيبقى جميل ازاي هكتفي بلون السابون عملتي شامبو عملتي سابون عملتي بلسم عملتي اي حاجة من الحاجات دي ممكن تكتفي باللون بتاعها وما تحطيش اي لون خالص عشان حبايبي اللي بيسألوني دايما وقلقانين بسبب اللون فيش مشكلة ممكن ما نحطش لون يعني عايزش هنحط التحين او الدقيق حبة حبة زي ما قالت شاهد شكري هقلب كويس جدا جدا لغاية ما يديني شكل ناعم قوي هقلب لما ما يبقاش في تكتلات خالص وناعم ساعتها هيبقى اللي سلاين بتاعها هيبقى جميل هقلب كويس قوي هحط التحين او الدقيق حبة بحبة زي ما احنا شايفين كده واقلب قوي احلى تحدي من جير الوان عشان اللي بيقولوا الالوان ما بنعرفش نجيبها فش اي مشكلة خالص طب لو عايز احط الوان اي حاجة ندور في مطبخ ماما عاللون البني بن او كاكاو يعمل اللون البني نحط شوية نونه خالص هيديني لون بني مثلا الكوركم هيديني لون الاصفر الغامي حسب درجة لون الكوركم يعني شايفين الجمال هحط مقاوم مهم جدا لسلايم التحين وهو الزيت زيت الطعام العادي مش هجيب زيت زتون ولا اي زيت غالي لا زيت الطعام عادي بالشكل ده شايفين الكمية تلعت حلوة وكبيرة واللون رائع جدا ما استخدمناش اي الوان كله طبيعي لون الصابون العادي والسمغ الغير الشفاف عملناها لون الفضي بتاعها الطبيعي برضو ما حتناش اي لون تلعت فضي وجميلة بيتمدد دي كانت وصفة شهد شكري يبقى كده معينا وصفة طارة وصفة شهد شكري دي كده كانت وصفة شهد شكري طارة وشهد شكري تحدي جامل بدون الوان حلو جدا يلا نقول السؤال بتاعنا بسرعة من هو النبي الكريم ابن الكريم من هو النبي الكريم ابن الكريم يارب تفوزوا كلكم واسبت الاجابة الصحيحة في اول تعليق تابعوا فيديوهات القناة انا باخد التعليقات بتاعتكم من اخر فيديو في القناة السلام عليكم وما تنسوش اللايك يا حبيب